هذا هو سنبل وهياه جوري لك هذا ياهو السلام عليكم فيديو يخبل جزء اول من المحمية و جزء الثاني لكم بيسؤال في كل مهمة كم من الفيديو؟ تعالوا قلوني و رأيكم بالأخير هؤلاء هؤلاء الزمايل الأغبياء السمان أولاكم سمين جاي طيهم بيض كالعادة شوفوين بيضين بيض ذيك تبينت كمو تبينت بيضة هناك شازين انت مياع بيضة من شانهايت و مخلي البيضة المن المن مخلي البيضة خالك كام و سعد دعا هؤلاء بيضين؟ هؤلاء بيضين؟ هؤلاء بيضين؟ هؤلاء بيضين؟ بيضين جوه هم لا فين عيش بس لا فين من فور لا فين من جوه اغبياء بعدهم مشكلة ذهو عشرين ثلاثة لو يلفون صح لعش تغلون صح لولا هؤلاء بيضين فممكن هاي جاي تبيض اذا ما تدخلت بالاخر برنا نشوف البيضة بيش هاي ما شاء الله البيضة مميش واطعتكم بس على الاغلب انه هاي البيضة ما بيها يعني هذا ما احترد ان نشوف كذا و كذا وات وهي البيضة صارت هنا ولكن اتحق من هالكذا و الكذا وات حتى يصنع الكمبراسات ها احترد عزاق التصوير بس من ناقدرة سوف نضرع ماكو مغلق يالله حاصروهم بالتغذية هاي طيور محمينة ورج جاي تبيض طيور محمية جاي تبيض بالمناسبة قبل لا اكمل البيض هذو اللي بارحة طلعت النثية بالليل لان ذول البيض حتى الشاد لقيته ميت والبيض اللي قيته ماشاد بيض النثية الخشن اللي قيت للكم بيه اذا تذكروا ان انتم متابعينيها حتى البيض الخشن لما انشارنا معلق لأشمالهم هم ماشاد فالذيك النثية اللي طلعته الخشنة اعتقد يعني دخيلة عليهم على هذا الزوج بالقوة طابوا يهم وهذا النثيته وشيف ملقحها من زمان وبيضها الشاد فنعوفهم سوية بعد حتى يحضرون العش جديد هذا العش اسمه بي ولا بيض ما احب تصوير اليه فما صورت لكم البقاء يا ولد ماذا وضعهم ما شاء الله حتى يظهرون بيض التطورات الجديدة يا ولد صاروا عندنا انتاج مثل ما شوفون هذا النورس هذا ايمان انتاج مالي يا اخي لا انا ما اطالبهم منكم يا ابو ما تقلوه ميز يقولون انتبغيهم اخواني جديات هاي عدنا المحضنة المشجر المشجرات المحضنة المشجرات فقست وحدة وحدة وكبس ومات هسا نعمل الله بالفقس واحدة هم نعم الحمد لله وشف فشمرت البيضة اليوم هاي شوفتكم يوه ممكن الفيديو راحت شوفتكم على شاشة فنادس ها سوفتكم على شاشة فاقة الملح دول بسم الله بسم الله هاي اعتقد هم البيض خرب هم ليان ما عم افطول اعتقد بسم الله انا شبت الصبح ما مشي اي اعتقد على الغلب خربان ما عرفان استعجل علي ما افطل الفاقة المشجر بعد الحدلان ما صفني تم هنا ساعة هناك كلهم عوادين هاي الحمراء وصلت بيضتين لله الحمد ما اتعجلين هاي شوية خوافة بابه جاي صور حبيبي بعد ابوك حبيبي هسا اخوان بالنسبة الكناريا صدق الظالم هنا انا هاليام بديعه بدعه فننزلكم العش وهم نفحص البيض شاد لو ما شاد لان هسه صار وقت نفحص البيض وهم ما حسبت له شوكت بيضات هم 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 هسا نفحصه نشوك شوفوا يا ولد اربع بيضات بيهن بيضة واحدة شادة ووحدة ثانية بيها شادة وانفجار دمو وبيضتين ما شادات والسبب مثل ما قلته لي هاي ربيع عمد الربيع ابنهم لما انشار معهم هو سبب المشكلة نقص البيض وعدم تلقيح البيض وهذا السبب المشكلة حسب تجربته اولا هي بيضة خمس بيضات اولا هي سبسة اربعة والشاغلة ثانية ما شادات ثم ام لقاحات هاي ربيع عمد الربيع يبت المشكلة خرب يوم وهي فن جذب بالأعيم ما شادة ايضا ويقضل ينام على قلبه موجودين هنا في البيت الوصول ينام على قلبه نحن نرى الكناه لانني نرى الكناه كوت مع بيوت للغاية تفقد تنظر غير مبانا أنا بأيدي لقد أعرف والصوت كار بسم الله كما يرون سمبل وهذه هها جوري لك هذا ياهو اتفضل اخوان يلا هاي كنتم تردون يشوفون هين شعال طلع بسم الله ما شاء الله طلع من العيش يا وليد ولله الحمد الحمد لله وشكر قد تركوهن لكم اخوان بس يطلع من العيش أصورهم يسهم الله ينزقكم الأفضل منهم صلوا على النبي محمد وآله محمد اوه هلأ بالحلوين ولك ابنك هاد خايب ابنك ابنك ولك يغار علي سنبل مارد واحد يقضي يقضيها هنا اسكتب لك ولك لقد استهتر ابنك هاد يا خايس يا عفن بسيحول يألف بي هاد خطير بسم الله ما شاء الله اللي أكل مالهم مخلص شوفوا اخوان اول ما يبلشون بالحبوب الألوان مات الحبوب ينكتون هنأكت يبقى بس الدخن ورجعون نبع الدخن وانا شنو ما خلي ما أطيهم دائما كلا كلا حبوب ولازم خليم يعطيهم حتى الدخن يا الله فلذلك مخلصين الدخن خلطيهم الدخن العفو بخلطة ما الحبوب بدخن هادولهم ما عندهم دخن خلطيهم دخن شوفوهم مستوى الوصلولة بسم الله وانا شاء الله وانا شارك نعم وانا شارك نعم نفسك كلا صح صح فأسويهم شوي دخلات هاتش وانا أقم شوي هاتش ها شتردون هاي حبايب الجنوب أطيت هذول منها وانطيت هذول هك خلطة وانطيت هذول مثل ما شفتم شباشون جاي تاكل السمانة لديك علاقة الفيلة تمال هم جاي خليه من عنده فشوفوهم هاي النثية هاي النثية اللي عازلة هنا اللي جاي تبيض هاي الغبية 13 شاش على 6 أفراق بسبب خسارتين مثل ما شفت ذي نثية زارق الأفراق فالظاهر كل ما تفقس هاي تكبس عليهم الى ان يموتن شكو شكو هم عودة شبيتش شاميش حذاش نشوفوها ذاك الفعل فراح يدخل للأفراق وان شاء الله هم يزقن ها شوفوا قدامكم الامور طيبة الحمد لله والشكر خلص بعد ما دخل عليها النثية شوفكم حسنة وفرج بيضة ومن جديد يعودت همس لقيت بيضة مكسورة وبالكواليس خلف الكواليس سويت لكم يعني حطيت له صمغ مال أظافر هم من ولد من المتابعين اعتبر صديق يعني ومن متابعين هو انطانا هاي الفكرة فخلص بعد ما دخل عليها فخلص بعد ما دخل عليها ما اعرف فخل مشاكل جاي حسنة بس تدخل وراها فرج لا محافزات لك اشتماع خليهم مجرد الحبوب الماء يدخل وراها وضل اززعق ويطلع شارد و تركض بسم الله ما شاء الله شوف شما صلوين كلاف بيضات بس يمكن نفس المشكلة اوو همكسورة هاي ونزيل نشوف شما رغي هذا مشكل هذا فرج فرج مشكل اي هاي البيضة ما بين شي هي هاي خليط هل كذا خلينا شغر الفلاش حتى شوفكم ما عرف يا ولد يعني مشكلة والله العظيم ما عرف هذا شبيه فرج ساي البيضة ما بيشي ودافية تمر هاي البيضة مكسورة هاي البيضة مكسورة وطالع منها الماء لذلك هاي البيضة ما تفيد فبس هاي البيضة خليش شوفوا خاف شادة والله ما عرف لقد ان بعض مضربة نعين مشكلة مضربة نعين مرسلين كل شارع خلينا رجع البيض شوف جوزة طلعهم مكين ومبيحهم حبايب القلوب الغوالي مثل ما شوفون انتم منطون رأيكم اطلعهم ابيحهم هي حسنا ما بيها كل غصور مرأت بيض ما شاء الله بس و هذا فرج ما الله ما عرف نعوفهم يكملون خلينا نعوفهم بعد ما أدلنا لهم كدش هاي البيضة مولاتهم بكسورة عفتها وباعد عوفهم ايش ماشاء الله كبرا يعني الفحل يمكن ما بيعذية عليهم بسم الله مثل ما قلت لكم بلنا طيور الهجوزات لو يبقى أنا منهم زوجه ولا دا الأفراق بس بعدني ما عرفت الفحل من النتيج خلينا نطلعهم بس كون يطلنا مجان بيانات عدكم خب شونا ضال طير شوف هذا ضل قرع بيها بسماء طيورة جاي تبيض خلي بطلع يلا بتهي الموضوع هاي النتيج هنا ثاني جاي تبيض ما بيعذية عليهم دول خلي شوفهم كل هذه ما بيعليهم بسم الله ماشاء الله هم شوفوا هنا جيت لقيت لذين طالعين من عمرهم يومين طالعين يام ما هم سويلوش حتى ما بيهم ريش بشعر اخر ياخذوا راحة مكمل محمين البيض نستخدم درب السلك وهذا البيض نعوف بنكة حظم علي هاي النتيج صار تصوير بالليل وانا ما تصوير الليل عبد بس هذا الجزء لازم اكمله هس يولد شا سوي الفحل وهذه النتيج وفراخة يعبرون نكس هاي النتيج هاي النتيج وفراخة مخلص شعر راس هم يبقى هم يبقى هم يبقى هم يبقى وإن واذا بقى هاي موجود هم راح تبيض فوق البيض ما لهما يقفل وما نستفاد من البيض لذلك هاي راح بقي هنا تقفى البيض على خير لا تقفى البيض لذلك هم يبقى هم يبقى هم أمام المكان الصغير يطر وهم الفحل حتى لو هنا يبقون تتكاثر هاي بهاي الهوسة المور طيبة فاخوان انا قلت لكم على دولين باعوا بالجمعة لو ما قلت لكم فرانكيت خلصنا منهم اخوان لو يبقون يميس سنتين بعد ما يبزرون طير وحشي واحتقد طير بري وصايدينة يعني ما استقرن ابد ما استقرن هس ان شاء الله بعد ذنين ثلاثة ايام انطيها الجراء الثانية وبقيهم يومين وظل حوية الطيور ارجحها للمحمية هي والفحل ما لها ودول الشيف تيل على الفيديو جاية تلقونهم معزولين ان شاء الله ابدأك القفص لو اخلي هناك جوا اوكي يا ولد فخليكم اسوية الجزء المهم كلش مهم بهذا الجزء اللي هو اللبها مالة هذا الفيديو مال 10,000 اخو اخت خليكم لا تعبرون لها الدقيقة يا ولد فيديو 10,000 اخو اخت على رأس الشرف بكم عبرنا هذا الرقم ولله الحمد جزاكم الله خير جزاء ما دام انتم ما مقصرين اياي فانا ما راح اقصروا اياكم اخوة افكار لليوتيوب او للفيديو مال 10,000 مواضيع هو يسوالف قلت لا المتابعين اللي هم حق علي لازم افيدهم مثل ما جاي فيدونني فاخوان منا ورايح كل وجبة مالة طيورة طلحها راح اطلع لكم زوج او زوجين من عندها اي نوع يطلع من المحمية لكم من عنده نوع قرع للناس المشتركة بالقناة ولي جاي شارك فلا تقصرون شاركوا القناة باي مكان حسب مشاركاتك وانا عندي برنامج تطلع عندي الاسماء اللي الناس اللي جاي شارك القناة فجزاكم الله خير لا تقصروني هاي هاي واحد اثنيا القنوات اللي حاب ادعمهم طبعا ما راح يستفادون عندي ديش الاستفادة بس اخوان لو واحد يروح يشاهدهم هم يستاهلون واحد يشاهدهم ويستاهلون المتابعة يعني هم ما خاسرين شي لذلك القنوات انا سجلتين من التعليقات مات الفيديو السابق المام علقي احذرني انا هو يشوف القنوات بس حتى لا يطول الفيديو وليقيت هذولي بس وموجبتهم محمية عمو علاء لطيور هذا الرجل بصراحة مظلوم جدا بالنسبة للطيور والمكان ما لكلش محمية حسين للطيور والنباتات هم الولد ما شاء الله ثابور وينشر الناس اللي تنشر هدفهم المتعة اخوان هشام تيفي هذا الرجال حتى افكاره جاي تنسرق من يوتيوبر كبار موجودين حية مراسين جايب وقون افكاره رجال يعني بكل شي بالدجاج يعرف احمد الكعبي تحياتنا اليك اخوي انا قلت لك بل ثلاث تالاف ان شاء الله راح احشب قناتك من شنة ثلاث تالاف من قلت لك تعال نسوي اعلان متبادل وانت اخوي وانا واضح جدا قلت لك بالعشر تالاف ان شاء الله اذكر قناتك وانا بخدمتك الله شاهد علي اخوان هما ما قايلين لي ولا احد قايل تعال تطلع قناتي ولا شي من طيب خاطر حب للناس ما تحب لنفسك يا ولد حب للناس ما تحب لنفسك ما راح يضرك شي فاي واحد منكم من هاي القنوات الذكرة تخلي روح بصراحة جاي ناس تنشر متونس انا متونس بمهتوان محمية احمد الكعبي هذا وعدي وفيت بي بالعشر تالاف قلت ذكرك وتدلل وانا بخدمتك ذكرتك محمد عيدي هذا الى قصة اللي هو من جمعية العراقية للزيبرة تدرون انا ما اخذ عليهم انطباع كل اشتعبان اوكي الناس يطورون عندنا الهواية وهم اسم التطوير مائلهم كله شغلات قروبات خاصة ورشات خاصة وما يطلعونها للعالم للعلن ما عدا هذا الرجال جزال الله خير جزاء هذا هو اللي نقول يقدر يطور الهواية بالعراق مو يقدر او يعني هدفه يطور هذا الصحيح مو الا تعال ادخلوا اياي بال بالقروبات الخاصة ويسجلوا وانطي اشتراك شهري ما ادل اشتراك سنة وما اعرف ايش هاي التفاصيل الرجل جاي ينطيك تعليم للتصانيف مالة الطيور مالة الزيبرة بمجاله وبتعبه ورجال جزاء الله خير جزاء ولا وشوية هو المحتوى ما تتكسير يعني كن نواصلي طويب الحلقات ما عندي يتواصل بي الله شاهد بس الانسان الزيينة ذكره بالزيينة والانسان اللهموت اللي يحب يقفص عليها هم نسول فيه لذلك هذا الرجل يستحق الدعم محمد عيدي القنوات كلين راح خلييني هنا فوقي الحبيب الحبيب همزين مانسيتك محمية محمد لطيور الزيينة طبعا انا حافظ عن طيب خاطر احس المحمية مالتا حسها محميتي احنا طبعا نقدر نقول بدينا سوه من الالف فالولد والله مظلوم بشكل اتمنى ما شاهد قناته يروح يشترك يمه ويتابعه محمد لطيور الزيينة هاي خلصنا من المحورين هذين المحور الاول والثاني اما المحور الثالث دجاج العرب ياولد خلونا سؤالوا فيه اللي يتعلقون على دجاج العرب عليكم الله ركزوا ياي واردك تحكي بطيب خاطرك انت بعقلك انت ذكي وتفتهم دجاج العرب هل نادر لا دجاج العرب هل صعب التكاثر لا هي جيب فقاسة حط البيضات فيها اوه وطلع هذا معه وطلع هذا هيج شنو شنو لذن الفقر دجاج العرب هل نظيف لا هل دجاج العرب اقتصادي هم لا يعني اللي اقدر استنسخ اجيب لدجاجتين واستنسخ المحتوى مان الموجود باليوتيوب ووكلهم واحد استنسخ من الثاني وجيب الدجاجة وقيق 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 وجابت هاي وهاي حورة وهاي مادري ايش وهاي ماتت وهاي عدلة اخوان انا احب شغلات نادرة انا رجال علاقة حالي لا موظف حكومي ولا عندي والله ما مستفاد هيج هيج ما مستفاد من هاي الدولة ربع حقوقي انا رجال خريج ما مستفاد ايشي لذلك اخوان اعتمد على شغلي خاص عندي عائلة وعندي بيت طبعا انا قاعد بالعشوايات فبقي لحظة قيل لك يلا قوم لذلك ما اقدر مو عندي هاي المشاريع القوية لقدر اشتري لي بيت لو اشتري لي مزرعة واشتغل بيه واشتغل كل شي تنتر دون اجيبه خلونا على الفينيشات والفينيشات بحر بس الزيبرة بحر اخوان بيل ايزابيل بيل الشيسنت بيل الباستيل بيل فاون بيل النورمال قريب بيل البلاكات بيلورنجات البلاك الشاركول يعني اخوان بحر بحر تطوير وانسى وانسى الزيبرة لا استهلاكي كلش مثل باقي الطيور يعني كلش بيه ايجابي وسعاره غالية فاخوان منعد هاي طيور احطلع لكم تستاهلون انتم من الواقفة نهاية مثل ما قلت لكم ونبقى على طيور الزيبرة يعني الزيبرة بحر ومو بس الزيبرة هي الفينيشات بحر وانا عندي تقريبا سبع انواع فينيشات وماعد الكوكتيل يمكن انا رقم واحد بالعراق بالنتاج مال السمان وانتم موجودين القديمين يعرفون القضية لذلك اخوان راح ياذن المومن اتمنى ما تشنت ثقيل الضل عليكم بس هالكلام لازم احتي جيت بهذا المكان حتى ارتب افكاري وسعرفوا ياكم وكم على راحتي يا ولد اشوفكم في فيديوهات جديدة يا ولد اتمنى ما تشنت ثقيل الضل عليكم شارك القناة حط لايك واشترك فعل زر الجرس وشكوا اتمنى ما تشترك اتمنى ما تشترك فيديوهات جديدة